وفي ساعة متأخرة من الليل داهم غرفتي في الفندق شلة من أشخاص واضح أنهم أمنيون فسطوا على حقيبتي وأوراقي وسحبوني موقوفا وجرجروني ورموا بي في سيارة عسكرية ثم وجدت نفسي أمام ضابط مخابرات كبير وجواز سفري العراقي بين يديه يقلبه ويشتمني بأقضع الشتائم ويهددني بأشد عقاب إذا لم أعترف بمهمة الحزبية المكلف بها في سوريا حاولت أن أقنعه بأنني لست حزبيا ولكن دون جدوى ولكن يبدو أنهم كانوا يراقبون صديق إسماعيل حمودي بعناية زائدة لا أطل عليكم أعزائي المشاهدين أخيرا وجدني متعبا جدا وأظن أنه كان متعبا أيضا فأمر واحدا من رجاله بمرافقة إلى الفندق على أن أعود إليه في اليوم التالي لأعترف قال شوف إذا فكرت بالهرب عن طريق البر تكون منتحر وإذا فكرت بالهرب بالجو أنزل الطائرة وهي في الجو في الصباح فاجأني مسبب هذه البلوى صديق إسماعيل حمودي بالحضور ليتناول معي طعام الإفطار فأخبرته بما حدث في الليل فأدرك خطورة مأزقي وطلب مني صورة رسمية قال بعد ساعتين تماما تهبط إلى مدخل الفندق وتترك حقيبتك وتصعد إلى سيارة السفير العراقي التي ستتوقف ثواني لتأخذني إلى لبنان وجدت نفسي أشتاز حدود سوريا إلى لبنان بجواز سفر موقت من سوريا إلى لبنان عليه صورتي واسم اختاره إسماعيل عرضا عبد الرسول إسماعيل الكاظمي مواليد الكاظمية 1950 وفي بيروت فوجئت بالصديق الشاعر علي الحلي القائم بأعمال السفير هناك قضيت في بيروت مدة من الزمن أنجزت خلالها طباعة الديوان ولكي أخرج من لبنان فلابد أن يزودني المرحوم علي بجواز سفر موقت آخر من لبنان إلى العراق وبنفس الاسم السابق عبد الرسول إسماعيل الكاظمي مواليد الكاظمية 1950 وعند وصولي أخذ ضابط الجوازات في مطار بغداد جواز السفر الموقت وقال هذا إجراء نظامي قانوني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر